اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الف الطبية والصحية اذكركم برغام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله مثل ما عودناكم فقراتنا تبتدي بفقرة السوشال ميديا الفقرة التوعوية وبنتطرق لأمور ثانية كثير كثير اليوم نطرق المواضيع كذلك لها علاقة بالصحة ولها علاقة كذلك بشيء مهمة الحين ببادي عندنا اللي هو الجايتكس والذكاء الصناعي في مجال المطالبات المالية كذلك هذه بخليها الفقراتنا الياني ان شاء الله بداية مثل ما عودناكم فقرة السوشال ميديا وبنتعرف على اهتمامات السوشال ميديا اليوم واقلب ما يدور فيها ويانا زميلتنا اسمى الجناحي صبحت الله بالخير اسمى علو عفوا يمكن فيه تداخل في ال اصوات اسمع الخط مردنا اتصل باسمى مرة ثانية مثل ما عودناكم طبعا السوشال ميديا من اهم الاشياء اللي نتعرف عليها على اشياء كثيرة ويهم كثير كثير ان نتعرف على المصدر اللي نحن ناخذ منه المعلومات من السوشال ميديا طبعا بداية اهمية انه سهولة الحصول على المعلومة خلالها سهولة الاتصال والتواصل خلال السوشال ميديا والاهم يمكن طريقة التواصل فيها جدا بسيطة تخلي الشخص يحبها اكثر او انه يفهمها بسرعة وسهولة سواء في فهم المعلومة سواء في طرح المعلومة وسهولة كذلك في ابراز المعلومة نفسها بخصوص بخصوص المعلومات في السوشال ميديا لما ترد علينا خطنا اسمع اسمع الخط صبحت الله بالخير اسمع صبحتم الله بالنور السرور دكتورة اهلا اسمع على كل مستمعين ان شاء الله على الجميع حابين نتعرف على اهتمامات السوشال ميديا اليوم واقلب ما يدعو فيها اه اللي قاعد تتوين مشوك كنا فيه توقيع ملكرة التفاهم بين هيئة الصحة نعم والجمعية الامريكية الطبية اي ان اي الاعتماد النظام الترميز الطبي سي بي تي 2018 هالا العلاقة بالامور لها العلاقة بتأمين الصحي وغيرها ايضا من ضمن الاشياء اليوم في حوار خاص مع معالي حماد القطامي على مواقع في صحيفة الامارات اليوم نعم وتم وضعه في قناة بصر اجتماعي فيه اشياء وايد راح تهم الناس منها التأسيس ثلاث مراكز عالمية للقلب والسرطان والجراعة العزاء وايضا الكثير من المشاريع اللي قاعدين نحن نشتغل عليها ونشتغل عليها لتوفير الخدمات اللي تفعل جميع المتعاملين بابن الله سبحانه وتعالى ايضا نحن مستمرين بوجودنا في معرض جاي سكس لمدة لين يوم الخميس وفي آخر الأشياء اللي نحن تم تضيقها في هيئة الصحة من الأشياء الليها علاقة مثل بالذكاء الاطناعي والنظام الذكي وغيرها فهالأشياء اللي منها مثل النظام الخاص بالحجوز المواعيد نظام 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 الليها علاقة بالموارد البشرية والنظام الداخلي والخارجي فكيف الأمور كلها اللي كانت تاخذ أسبوع تاخذ أربعة أيام صارت تاخذ ساعات معينة ويخلص كل الأدراء وهذا يساعدنا أيضا لتوفير الخدمات اللي يحتاجونها المتعاملين في أقل فترة ممكنة صحيح وكذلك حصلت هيئة الصحة على شهارة المعيار الدولي تجارب المتعاملين وهي تعتبر أول جهة تحصل هذا الاعتماد الدولي ويخلها برسالة الصباحية المحبطين والسلبيين تجاهل أحاديثهم السلبية وابتعد عنها فهي من تجعلك تضع حدودا لقدراتك مهما قررتك ما تقدر لا تسمع صحيح كل واحد عارف من نفسه عارف وقدراته أكثر حتى من غيره ودمت بصحة وسعادة ودمت بصحة وسعادة يا أسمى أسمى الجناحي شكرا لك هذه فقراتنا كانت للسوشيال ميديا واهتمامات اليوم وأقلب ما يدور فيها مستمعين مثل ما عودناكم بعد فقرات السوشيال ميديا عندنا الفقرات التوعوية اليوم فقراتنا التوعوية جدا مهمة بتتحدث عن شيء أساسي يهتم طبعا أساسا القذاء بس أقضية معينة تهم يعني عضو جدا مهم في جسمنا ويعتبر من أهم الأعضاء في الجسم اللي هي هو المخ اليوم بنتكلم عن الأقضية الجيدة للمخ والذاكرة ويانا أخصائية التقضية في هيئة الصحة بدبيل أستاذ عاشر رميتي صباح شلاب الخير سادة عاشر صباح شلاب النور طبعا اليوم موضوعنا بخصوص الأقضية الجيدة للمخ والذاكرة نعم بشكل عام طبعا كلنا نعرف أن الدماغ أو المخ يعتبر العضو الحيوي في جسم الإنسان لأنه يتحكم في الأفكار والحركات والتنفس والحواس وغيرها صحيح هذا يعني أن نبحاج دائما للطاقة والتي يحصل عليها طبعا عن طريق الغذاء لذلك يجب علينا أن نحرف دائما أن يكون غذائنا صحي متوازن ويشمل جميع العناصة الغذائية العالية بالفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسادة نعم لو نتكلمنا عن أهم الفيتامينات التي قد تنمي القدرات العقلية ما نتكلم أول شيء عن فيتامين إي اللي له دور كبير في مقاومة تلف خلايا المخ يمكن أن يحمي الدماغ من خطر استكتر دماغية ويأخر تطور ماضي الزهايمر من مصادر المكسرات والبدور واللوز وزبدة الفول السوداني والزيوت مثل بيت الزرع والسبانة ني عند الفيتامين الثاني اللي هو فيتامين بي سكس حيث أنه يساهم في نمو الدماغ بشكل سليم والجهاز العصبي من مصادر لحوم البقر والدواجن والبيض والحبوب الكاملة والموت عندنا فيتامين بي تول من مصادر المأكلات البحرية الكبد ومنتجات الألبان عندنا حمض الفوليك حيث أن تناول كمية كافية منه يعزز صحة الدماغ ووظائفه من مصادر الخضروات الورقية الفول وسمك السلمون والأبوغادو عندنا فيتامين سي يعتبر من أهم ضدات الأكسدة التي تحمي الدماغ ويعزز أيضا الذاكرة ويحفظ القدرات العقلية المصادر طبعا معروفة أن الحمضيات والخضروات الطازجة طبعا لو حرفنا دائما واجباتنا تحتوي على هاي العناصر الغذائية وهاي الفيتامينات طبعا مخنا دائما بيكون نشيط أول ما نشيط طبعا بنحسى نحن ذاكراتنا تكون أقوى من اليوم اللي قبل صحيح وكلها متوفرة يعني متوفرة يعني الحمض اللي في كل بيت يعني سهل أن الواحد يضيف الأكلات اليومية أو أن يستخدمها بشكل يومي وفي جميع الوجبات سواء الفطور أو الغداء أو العشاء نقدر نضيفها في كل الوجبات ممتاز في النهاية نصح عامل المحافظة أيضا على صحة الدماغ أن نحن نمارس الرياضة بشكل يومي بشكل منتظم أن الاسترخاء بالنسبة للناس اللي عندهم سواء ضغط الدم أو الكورسترول أو السكري دائما ننصحهم أن يحافظون على المستوىات الطبيعية لها صحيح لأنه ما بس الأقذية أو التقذية أن نهتم فيها وبالأشياء المفيدة فيها كذلك يعني جميل أنتش ذكرتين أستاذ عاشة بخصوص الرياضة وممارستها كذلك لأنها تفيد يعني ما بس أني أركز على التقذية أركز على تغيير نمط حياتي بالكامل ببط نعم بخصوص الذاكرة أستاذ عاشة نفس الأقذية هذه بتلعب دور كبير في المحافظة أو أن بخصوص الذاكرة نفس الأقذية التي تهتم أو التي ذكرناها الجيدة للمخ نعم نفسها بالضبط التي تحافظ على الذاكرة لأن أنت كلما كان رضاءت السليم وصحي كلما كان الذاكرة تش أفضل أكوات مثلا إذا كان تركيزنا أكثر شي على الدهون أو على السكريات بكمية كبيرة تبحثين دائما بخمول أو عدم تركيز هذا يكون العكس صحيح صحيح أستاذ عاشر رمي في أخصائية التقذية في هيئة الصحة بدبي شكرا لك العفو هذه كانت فقراتنا التوعوية اليوم الأغذية الجيدة للمخوة الذاكرة وأستاذ عاشر تحدثتنا عن كل فيتامين أو كل مكون قذائي وشو الأكلات أو شو المصادرها الأساسية والحمد لله متوافرة في كل بيت وطبعا ذكرت موضوع جدا مهم أن ما ربطت النمط الحيالي هو ممارسة الرياضة والحركة بالأكل الصحي ليس فقط الأكل الصحي ولكن نضيف عليها ممارسة الرياضة أو تغيير نمط حياتنا إلى نمط حيات صحي مستمعين الكرام طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم مواضيع تهمكم كذلك أبقوا ويانا صحة وسعادة مستمعين العزار جعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة أذكركم برغامة التواصل ويانا 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-0-6 حياكم الله بنطلق نحن الموضوع الثاني وقبل ما نبتدي فيه بنذكركم أو بنتكلم أكثر عن دراستنا دراستنا اليوم تقول بدانة الطفل تضاعف خطر السكري أربع مرات طبعا هذه الدراسة حذرت دراسة جديدة من مضاعفات البدانة لدى الأطفال على صحتهم لاحقا فقد تبين أنها فقد تبين أنها تضاعف خطر الإصابة بالسكري أربع مرات وتضمن مخاطر الزيادة المفرطة في الوزن في الصغر زيادة احتمالات الإصابة بمتلازمة التمثيل القذائي وخاصة ارتفاع ضغط الدم والكلسترول وعدم انتظام ضربات القلب وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2016 بأن 41 مليون طفل تحت سن الخمس سنوات لديهم بدانة وأن 48% منهم يعيشون في آسيا و25% في أفريقيا وكانت تقارير عام 1990 تشير إلى 31 مليون طفل يعني العدد جدا كبير يعني بالملايين ما بأن مليون أو كم من ألف لا بالملايين وبحسب الدراسة اللي نشرتها Indian Journal of Endocrinology إذا تجاوزت نسبة الزيادة في الوزن 20% من الوزن الصحي يعتبر بدينا أو لديه سمنة أما ما يقل عن 20% فهو وزن زايد وتلعب الوجبات الجاهزة والسريعة والمشروبات السكرية دورا هاما في زيادة الوزن لدى الأطفال كذلك تساهم زيادة ساعات مشاهدة الشاشات في تقليل النشاط البدني والحركة لدى الصغار وحرمانهم من اللعب اللي يساعد على النمو وعلى رشاقة الوزن طبعا هذه يعني هذه أشياء كثيرة ومتواجدة يمكن يعني بشكل يومي أن بخصوص الوجبات الجاهزة والسريعة وكذلك يعني متناولة لكل طفل فهالأشياء كلها تزيد وكذلك الحركة بالنسبة للأطفال قلت كثير وكثير بالنسبة عن قبل لأن معظم الأطفال يفضلون مشاهدة التلفزيون القاعدة على الآيباد أو على التلفون عشان يلعبون بألعاب معينة موجودة فهذه الأشياء كلها طبعا تزيد من بدانة الطفل والضاعف خطر السكري أربع مرات فهذه دراستنا لليوم وبردنا نتحدث عنها أكثر وأكثر بالتفصيل إن شاء الله بس بعد طبعا لقاءنا اليوم اللي بنتكلم فيه أكثر وأكثر بخصوص التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي ويانا الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم تطوير التطبيقات الذكية بهيئة الصحة بدبي وطبعا اليوم بتستعرض هالشي هيئة الصحة بدبي خلال تواجدها بمعرض جايتكس 2019 على مدار خمسة أيام الخدمات المتعددة اللي يتم تطبيقها الذكي فيها اللي هو DHE وكيفية الاستفادة من الخدمات اللي يوفرها هذا التطبيق صبحك الله بالخير أستاذ وليد صبحك الله بالنور والسرور دكتور ركي الحالك أهلا الحمد لله الله يسلم اليوم إن شاء الله بيكون اليوم متواجدين طبعا في جايتكس وإن شاء الله بتعرضون بخصوص التطبيقات الذكية ومن أهمها تطبيق DHE وكيفية كذلك الاستفادة من هالتطبيق طبعا نحن نعرف تطبيق DHE وحدة الخدمات اللي أطلقناها في التطبيق نفسه طبعا التطبيق هو الهدف من أن واحد الخدمات فيه من خلال التطبيق واحد ممتاز ما يسهل على المتعاملين التعامل مع الخدمات في الهيئة يعني ما يسمون المصطلح وانستوب شوب يعني من خلال التطبيق واحد فيه خدمات كثيرة نعم بسط على المستخدم أشياء كثيرة منها لطلع على ملفات الطبية نفسها وبعض سلطافها جايتك لأنها ضربنا كثير من خدمات طبعا منه إذا حب الشخص يضيف بعد أقاربة في التطبيق نفسه ممتاز إذا عنده كبير السن مثلا الوالد ولا الوالد إذا حب يضيف عيال الصغار في التطبيق نفسه ما لا داعي يمر في مرحلة تستسجيل وتفصل عن تطبيق ثاني من خلال التطبيق نفسه يضيف أخراج عائلته يشوف مواعيدهم متى الأدوية اللي هم ياخدونه ممتاز وبعد نتاج تحليل المختبر وعندنا بعد طبعا في إضافات يديد في التطبيق نفسه أي حال حمل التطبيق يمكن تطلع عليها طلاق الرسمي إن شاء الله بيكون جريب من براعم وطبيب لكل مواطن ممتاز وبيكون خلال الأيام القادمة يشرحون بالتفاصيل شو المبادئات هذه بعد عندنا نحن خدمات التبرع بالدم التحدث مباشرة مع هيئة تتعرف على ماكن منشآت الهيئة إذا شخص يدور على طبيب ولا منشآت صحية في دبي من خلال التطبيق نفسه آخر أخبار الهيئة وبعد تطلع على نتاج تحليل المختبر سوري أسمحي لي نتاج فحص الطبي المركز الهيئة الطبية بعد من خلال التطبيق نفسه ممتاز طبعا التطبيق معنا نحن باللغتين متوفر العربية والإنجليزية الشخص اللي حاب اللغة اللي يفضلها وبعد من توفر هو على الابل ستور والاندرويد ستور اللي كافة المستخدمين ويقدر شخص يحمله عن طريق الابل ولا الاندرويد الاثنين الاثنين وبالنسبة لي بعد تحميل التطبيق في أشياء معينة أو شروط معينة للشخص أساس يدخل على التطبيق أو يقدر يحصل على يعني يقدر يعني يتواصل أو يكون خلال التطبيق يعني فيه شروط معينة التطبيق أوش فيه مراحل التسجيل نعم يجب أن يخلال التطبيق هو يسجل كمستخدم بعد ما يسجل كمستخدم إذا هو يبغي يطلع على ملف الطبي لازم من رقم الموجود في ملف الطبي يتطابق على رقم الموبايل لأنه بيوصل لرسالة نصية يتقول لأكد أنك أنت صاحب ملف الطبي صحيح وإذا لم يوم شخص المعني ما بيوصل لرسالة هذه ندعو المستمعين أو اللي عندهم ملف الطبي تجديد أو يعني مثل تحديث بياناتهم بأرقام هواتفهم قبل استخدام التطبيق نفسه طبعا إذا حدث بياناتهم بيكون من لسهل الدخول على التطبيق نعم ندين وهذه بالأساس يعني ولا في الخدمات العادية مثلا التبرع بالدم بس محتاج التسجيل وفي خدمات كثيرة يعني مون محتاجة أي شي بس الخدمات الطبية محتاج أن الشخص يعرف على معلماتها أساس الخصوصية شوية لأن البيانات صحية صحيح صحيح ولازم تكون لها خصوصية معين أستاذ وليد بخصوص أنت ذكرت نقطة بخصوص الشخص نفسي يقدر يدخل أحد من أهل وياه يعني فرضا إذا الوالد أو الوالد كانوا كبار في السن أو كذلك الأطفال فيعني مسموح العدد معين ولا يعني أكثر عن شخص يقدر ندخلف في البرنامج لا يقدر يضيف العيلة كلها يعني عادي من مشكلة فطة تدخل ممتاز وما يسجل لك الواحد يعني بس بس يدخل رقم طريقة تسجيل للعائلة يدخل ملف الطبي نعم وتاريخ الميلاد والرقم في الملف الطبي بيوصل نص إذا هو على رقم جواله نعم وبعدين يقدر يفعل الإحساب ممتاز شذي بيسهل على ناس خاصة متابعة تقاريرهم الطبي أو ما بأن نقولها كتقرير طبي بس متابعة نتائج الفحوصات أدويتهم اللي يستخدمونها المواعيد المواعيد نفس ما قلت يعني هذا كله في تطبيق واحد وكذلك في تطبيقات ذكرتها اللي بهو خصوص براعم وبخصوص تطبيق طبيب لكل مواطن بيكون متواجد كذلك في التطبيق نفسه متواجدين نعم يقدر الشخص يطلع على ويقدر يزور نطبع يستان جايتك يطلع لو حاب يتعرف الخدمات أكتر ممتاز ممتاز ندعو مستمعين الأعزاء أن أي حد عنده يعني حابب أو هو جايتكس يمر على منصة هيئة الصحة في دبي ويشوف كذلك التطبيقات الذكية الموجودة وتطبيق الذكي للدي اي 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 كيفية الاستفادة منه كذلك يعني وأنتو لاي في نفس المكان الهيئة السنة هذه تعرض مجموعة من الخدمات ممتاز نزين الخدمات اللي تعنا بالعلاج بالخارج خدمات دبي حج المواعيد بعد نفس الوقت تطلع على تجارب أتمثل العمليات في الهيئة الداخلية وفي مجموعة حزمة من الخدمات طبعا الجديدة لتسهيل على المتعامل وبلغ تخدم استراتيجية بعد دبي اللا ورقية وخدماتنا نحن معروضة على منصة الهيئة الموجودة في جايتكس وبعد فيه خدماتنا نحن معروضة على منصة حكمة دبي الذكية ممتاز يعني كذا يعني أشياء كثيرة تهم هذا الموضوع وخاصة التطبيقات الذكية طبعا لعبت أستاذ وليد لعبت دور كبير التطبيقات الذكية من ناحية توفير الوقت المعلومات الطبية تكون عند المريض نفسه في أي وقت يحتاجها فيه طبعا سواء في البلاد أو برع البلاد أفث لو صمح الله صار له شيء يبني يعرفه ما هو اللذوية اللي هو ياخذها والنتاج استحليل المختبر عنده هاي أشياء يعني مهم مواد المستخدمين وبعد نحن 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 نشكل المستخدمين لأن يعني الأكثرية التحسينات اللي نحن نسويها في التطبيق بعدما خلال ملاحظات مهم ممتاز صح لأنه اللي يستخدم التطبيق نفسه فيعطيك يعني يعطيك نتاج تجربته في التطبيق نفسه وجميل أن ذكرت الموضوع أن يطلبها المجتمع ويتطلبها المتعامل نفسه أكيد طبعا المتعامل هو الأول والأخير عندنا نحن صحيح استاذ وليد كلمة أخيرات وجهها للمستمعين الأعزاء خلال برمامج طبعا أحب أعطينا بداية بسيطة عن التطبيق طبعا التطبيق هو الأول والأخير الهدف المتعاملين بكافة فئاتهم سواء تبرع بالدم خدمات المرضى اللي سنون عندنا نحن فحص الطبي بالإضافة للمزيد من الخدمات اللي حاب يتواصلوا للهيئة سواء اقتراحات ولا شكاوي ولا عنده شيء حاب يستفتر عنه في الهيئة وتواصل مباشرة مع مركز الاتصال وتطبيقنا مثل ما قلنا نحن متوفر باللغتين العربية والانجليزية ومتوفر على الابل ستور والاندرويد ستور نفس الوقت ممتاز أكثر لكم اضافتكم اليوم في الترنامج وحب الظهور رئيس قسم تطوير التطبيقات الذكية بهيئة الصحة بدبي شكرا لك مشكورت شكرا لك طبعا هذا احدى التطبيقات الذكية بخصوص هيئة الصحة بدبي والجميع نفس ما ذكر الأستاذ وليد أن هذا التطبيق يعني يحتوي على تطبيقات كثيرة يعني الواحد بس ينزله وفيه داخله تكون تطبيقات ثانية يعني بهالطريقة يسهل عليكم أعزائنا المستمعين أن تدخلون الأشياء وخدمات كثيرة متواجدة عندنا بالهيئة خلال تطبيق واحد فقط تنزله ندخل المعلومات اللي يحتاجها التطبيق اللي هي التسجيل وكذلك الاستفادة من هذه التطبيقات الموجودة هالتطبيقات كثير يعني بتحفظ موقتنا المعلومات الطبية اللي أنا أحتاجها بتكون عندي طول الوقت سواء نتائج تحاليلي سواء الأدوية اللي أنا أستخدمها سواء المواعيد دايما تكون موجودة في بلمسة زربس أقدر أطلع أشياء كثيرة فيها كذلك هي نقطة مهمة بالنسبة للتسجيل في البرنامج النفس يفضل أني أنا أتوجه لأي مركز صحي أو أتوجه أتصل بمركز لأتصل بحيئة الصحي بدبي أساس على الأقل يعني حط معلوماتي اليديدة مرات الواحد يقير رقمتي لفونه يقير إيميله يعني هالأشياء نتعرض لها مرات في السنة شخص قير رقمتي لفونه فعلى الأقل تكون كل الأشياء تكون عندي محدثة أول بأول يعني إذا وصلني أي ميسج أو وصلني أي رسالة نصية خلال يعني من الهيئة أو كذلك من بخصوص تسجيلي للملف الطبي يعني تكون موجودة عندي على طول في التيرفون ما تكون أني أنا بدلت رقمتي لفوني وعقب ما أرقى الرسائل الموجودة أو اللي تخصني أنا كذلك الشي الجميل في التطبيق أن الشخص يقدر يضيف أكثر من شخص في التطبيق خاصة اللي عندهم أطفال صغر طبعا الطفل صعب بإيس أطلع التطبيق يعني لكل طفل التطبيق معين فالجميل أنه ضعفوا الأطفال كذلك يقدرون الأهالي يدخلون على فحوصات أطفالهم يقدرون على كذلك نتائج فحوصاتهم وأدويتهم وزياراتهم وكذلك المواعيد الطبية وكذلك بالمثل لكبار السنة اللي ما يقدرون يستخدمون الهواتف عموما يعني مستمعين الكرام طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم صحة وسعادة مستمعين العزار جعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة ذكركم برغام التواصل ويانا 600 55 1414 والرسائل النصية على 400 6 حياكم الله يدنا رسالة نصية بخصوص نفس التطبيق السلام عليكم صراحة التطبيق صعب قبل كان وايد أحسن الحين وايد صعب الوصول لنتاج الفحوصات الطبية والتسجيل صعب لازم وراجعة المركز الطبي من ناحية التسجيل يعني نفس النقطة اللي ذكرتها بخصوص مثل ما نقوله اللي هو الابديت لمعلوماتنا أو يعني نحدث معلوماتنا بخصوص رغم الهاتف بخصوص الإيميل وخاصة رغم الهاتف أنتم عارفين أن المعلومات كنا عارفين المعلومات الطبية جدا معلومات حساسة وتكون يعني المريض ما يبقى مرات فحوصات يحد يشوفها فعشان تكون طريقة التسجيل أني أنا ما بأسجل أي حد بدون ما يكون الهاتف هو صحيح للشخص نفسه يعني الحين أول ما أبتدي التسجيل بتوصلني رسالة نفس ما وضحنا الأستاذ وليد بتوصلنا رسالة على الرقم التيلفون اللي مسجل عندي في السيستم أو في برنامجي أو في رقمي الصحيح للشخص نفسه فإذا أنا طرش نفس الرقم أو نفسها كإثبات أني أنا اللي استلمت الرسالة بيفتع عندي بس إذا شخص ثاني يعني كلنا عارفين بدلت رقم تيلفوني ما شاء الله التيلفون الثاني أو رقمي السابق بيكون عند شخص ثاني خلال فترة بسيطة يمكن وهذه كلنا عارفين أنها معلومات طبية فعذرونا بخصوص مبأة صعبة بس تكون لازم دقيقة ويعني نشوف المعلومات البنكية أو المعلومات المالية يعني كيف التدقيق عليها فما بالكم الأشياء الطبية والصحية هذه وايد وايد أكثر وما حدي يحس فيها غير الشخص نفسه اللي ما يبأة المعلومات هاي حد ثاني عرفها أو توصل لشخص ثاني لأنها تكون سرية وخاصة للمريض نفسه طبعا نحن نشوف أمراض كثيرة نشوف حالات كثيرة ما بشخص واحد أشياء كثيرة فلازم تكون أشياء تكون سرية وضامنين سريتها والمريض وحده يكون عارف فيها أو أن يعني يطلبها بالنسبة للتطبيق كذلك بداية ثاني يمكن أي واحد بينزل التطبيق بيحس بصعوبة ممثل التطبيق اللي متعود عليه ليه ما يبتدي شوي شوي وكلنا نزلنا أي شيء بداية ما بأن نقولها قصعوبة بس ليه ما نتعود عليه وبعدين بتلاحظون أنه وايد أسهل وبيكون سهل الجميل في هالتطبيق أنه أشياء كثيرة تراها موجودة فيه ما عندي بس فحوصاتي الطبية يعني أشياء كثيرة منها الفحوصات الأدوية أقدار بخصوص التبرع بالدم نفس التطبيق بس أدخل تطبيق دمي داخل التطبيق نفسه أحبي الفورم أخذ الموعد كذلك بالنسبة لي فحوصاتي أو أدويتي كذلك فيه برنامج براعم بيكون موجود فيه طبيب لكل مواطن موجود فيه أشياء كثيرة فيه تطبيق واحد فإذا عندكم أي استفسار تقدرون تتوجهون لأي مركز صحي يعني جنب بيتكم تتصون بالرغم الموحد لهيئة الصحة بدبي واليوم متواجدين كذلك في معرض جايتكس لأرض هذا التطبيق وكذلك أي حد يتعرف عليه أكثر يعرف أكثر عنه طبعا نفس ما ذكرنا الأستاذ وليد هم متواجدين اليوم في معرض جايتكس وطبعا يكونون متواجدين خلال أيام معرض جايتكس فأي حد حابب يتعرف أكثر فنحن متواجدين طول الوقت ويعني تقدرون وتتواصلون مع أي مركز صحي أو كذلك مع الرغم الموحد وطبعا سعادتكم وراحتكم طبعا هاي قايتنا فس صبروا شوي على التطبيق حاولوا يعني لما تعودون عنه إن شاء الله فترة بسيطة بتحسين أن التطبيق جدا سهل ونفس ما قلت لكم بالنسبة للتسجيل هذا جدا مهم ما بسالفة الصعوبة مسالفة تحديث البيانات الطبية أو بيانات الشخص نفسه فهذا يحتاجها الشخص ها بالنسبة للتطبيق اللي هو تطبيق الـ وبتلاحظوا مع الوقت لأن يعني أي واحد فينا تو نزل التطبيق يديد أو رتبنا التطبيق للاكثر بيحس بشوية أنه متعود على التطبيق القديم بس صدقوني في تحسينات كثيرة دخلت على هذا التطبيق وللأحسن وطبعا نفس ما ذكرنا الأستاذ وليد طبعا رأيكم يهمنا وتأشياء وتحسينات انضافت للتطبيق من رأي الجمهور وهذا الشي يعني يسعدنا كذلك أن تواصل الجمهور ويانا كذلك أن التطبيق وضع على معايير معينة تساعد الجمهور أكثر وأكثر وكذلك المتعاملين في في عندنا في هيئة الصحابة دبي فنفس ما قلت لكم بخصوص التطبيق تقدرون تتواصلون مع أي مركز صحي أو إذا جنبكم إذا حابين تتواصلون بك مركز تون نفسكم وتشوفون التطبيق أو تتواصلون على المركز الرغم الموحد لهيئة الصحة بدبي ثالث شي عندنا موجودين في جايتكس طبعا أساس عرض التطبيقات الذكية اللي موجودة عندنا في هيئة الصحة بدبي نرجع لموضوعنا أو دراستنا اللي هي تتكلم كانت عن بدانة الطفل لنقال تضاعف خطر السكري أربع مرات يعني من مرة أو مرتين طبعا يعني جميل أن الشخص من يعني يهتم بعياله من يومهم صغر من ناحية الأكل ونمط القذاء الصحي اللي يعني يعني السهل يكون من الصغر الشخص يعود عياله لما يكبرون خلاص أستوى نمط صحي لهم يعني تعودوا عليه فيعني ما بيلقون صعوبة في تبديل أنظمتهم الصحية معظم الناس بتحط في بالها لا النظام الصحي أنا أمنع نفسي منها وأمنع نفسي منها وأهتم بس بها الأشياء لا النظام الصحي يعني كل الأشياء القذائية تكون مهمة بس آخذها باعتدال إضافة إلى ممارسة الرياضة حتى لو شيء بسيط في اليوم ما بأن يعني أني ألزم نفسي يومي صح مرات الواحد يكون منشغل مرات الجو ما يساعد بس شيء بسيط أو حركة بسيطة أحينا معظم الأطفال يستسهلون القاعدة أكثر من اللعب أه برع أو من اللعب حتى في البيت أو من ممارسة الرياضة أو ممارسة أي يعني نقول حركة بدنية طبعا يتجذبهم طريقة الألعاب اللي موجودة سواء بالتلفزيون سواء بالآيباد أو سواء بالتلفون نفسه فهذه الأشياء كلها تأثر مع الوقت على الطفل طبعا مبفقط مراضيا يعني هنا واحد من الأسباب لارتفاع السكر بدانة الأطفال فإذا الطفل أول ما خلص واجبات الدراسية أو أول ما وصل للبيت في أطفال مراتهم يأكلون قاعد على الأجهزة الإلكترونية هذا بيزيد من وقت أكله لأنه ما بيحس هو قاعد يأكل حتى لو شبعا بيكمل أكل ترى ثاني شيء بيركز على اللعبة يعني بيركز أنه يقعد فترات طويلة على اللعبة ما يتحرك صح هو هادي في هاي اللحظة وما يزعج لي حواليه ما يخرب ما يقاعد يكسر أو يوصخ في البيت بس في الناحية الثانية أشياء ثانية قاعد تستوي أنه هو قاعد يعني قاعد بس يلعب مخة بس في اللعبة عصبيته بس في اللعبة تنشنة بس في اللعبة وتركيزه كذلك في اللعبة أكثر من أي شيء ثاني فأمرات بالساعات يتم على اللعبة نفسه ترى ما يحس بوقته لأنه من دمج في اللعبة نفسه يبقي يوصل لمراحل معينة في هاي اللعبة أو يبقي يستمر من فيديو الفيديو من فيديو الفيديو وهو ما بحاس بوقته لين ما يستوي ليل وقت رقادة لين اليوم الثاني المدرسة أو اليوم الثاني إذا عنده أي شيء ثاني يستوي يمكن حركة الأطفال رحينا أكثر شايفة المدارس تكون فجميل إذا ركزنا ويد على ناحية أكل الأطفال أكل الأطفال من ناحية يمكن كثير يقول لا أطفالنا يفضلون الأشياء السريعة يفضلون المشروبات القازية أو المشروبات اللي فيها السكريات كثيرة نقدر نتحكم في هالأشياء كلها إذا مبقي اليوم مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أقدر روحي أسويها حتى في البيت بمنتجات أنا عارفت وعارف كيف أسويها مع الوقت الطفل يتعود أو ثاني شيء إذا شاركنا الطفل في هاي الأشياء ترى الطفل يحب يأكلها لأنه هو سواها وهو يفتخر أن نسواها ووصل لها المستوى أن نسواها الأشياء فإذا شاركنا الطفل في هاي الأشياء من بداية ما أنه نحن نشتري أو نخطط لأنه نشتري هاي الأكلات ليش نشتري هاي الأكلات ونعزز فيه ثقافتهم كذلك هذا الأكل مفيد لهذا الشيء ترى الأطفال جدا أذكية يمكن هالأشياء مرات مات تخطر عليهم بس الأطفال جدا أذكية ويركزون على كل كلمة ترى نحن نقولهم إياها يعني مرات تعدون طفلكم بشيء عقب يوم يرد يذكركم فيه ترى يعني تم الشيء تم في ذاكرتهم يعني ما شاء الله السن الأطفال يعني ما نقدر نستهون بالعكس يعني جميل الشخص أنه من طفولته نقرس فيه هاي الأشياء من ناحية الأكل الصحي من ناحية ممارسة الحركة يعني الأطفال حتى لو أني ما بأخذهم على نادي بس جميل أنهم يلعبون يعني يلعبون حركة يركضون في البيت يلعبون حتى لو سووا إزعاج ترى بس على الأقل هذا الشيء يزين الجسمهم وفحوصات كثيرة يعني ما أقولكم نحن يمكن تحت نعتبر من من آسيا نعتبر حتى طريقة الأكل يعني الطفل يوم يتعود من يوم هو صغير من ناحية أكل معين من ناحية ممارسات صحية أو حركية معينة ترا يتعود عليها لما يكبر يعني ما بيلقى صعوبة أن يقيره شوي في نمط حياته حتى لو في أشياء كثيرة دخلت يلقى لها ترى البدايل أشياء كثيرة يعني من ناحية حتى الأكل نفس ما قلت لكم إذا الطفل ساروا قانا نشتري أغراض للأكل الطفل دخلوا يانا شوي المطبخ وهو يلسي حضر أشياء ترى وايد يحس بالفخر أنه سوى شي أو ذكر شي أو سوى شي ومنها حركة ثاني شي حتى يوم يأكله يحس أن يعني خاصة الأطفال اللي عندهم صعوبة أنهم يختارون أو أنه صعوبة في الأكل بتلاحظونهم أنهم يأكلون هشي لأنهم سوينه يعني هم يكونون فخورين أنهم سووا شي كبير وهذه طبعا هالأشياء يمكن نعتبرها جدا بسيطة بس هاي الأشياء ترى أشياء وايدة تترتب عليها منها نفس ما نذكر في الدراسة بأن الأطفال ضاعف خطر السكري أربع مرات في هالحالة الطفل ما بيكون بدين نسبة السكري بتكون جدا أقل سواء في فترة الطفولة أو حتى في فترات الشباب ليش التركيز على الأطفال لأن عمر يعني الأعمار بيد الله بس نحن نعتبرها من الطفولة لين الواحد يوصل سبعين ثمانين سنة يعني كم سنة فصعب الشخص يعني يعني احتمالية إصابة بالسكري تكون يعني كلمة إيها تكون في عمر أقل هذا يعني أنه بيبتدي يستخدم أدوية في عمر أقل بتبتدي أني أركز على حتى المضاعفات للمرض لفترة طويلة وعمر أقل طبعاً نحن عارفين أن السكري من أكثر الأمراض انتشاراً أنه هنا في دولة الإمارات فهذه وحدة من الأشياء اللي نقدر نسويها عشان على الأقل نقلل من نسبته وخاصة بالنسبة للأطفال في أنواع سكري بنقول تايب وون أو السكري الأول أكثر شيء بالنسبة لي عدم معروف السبب بالضبط أو أنه يكون بطريقة وراثية بس السبب الثاني أو هو تايب تو اللي هو وايد بيكون أو النوع الثاني اللي وايد يتعلق من ناحية الأكل من ناحية ممارسة الرياضة من ناحية حتى البدانة ومت بس يترتب على مرض السكري مثل ما ذكرت الدراسة احتمالات الإصابة بمتلازمة التمثيل القذائي وخاصة ارتفاع ضغط الدم كوليسترول عدم انتظام دقيقات القلب يعني بيكون الشخص مركز على أدوية كثيرة كذلك ما بس دول السكري دول الضغط دول الكوليسترول دول القلب فهاي الأشياء يعني ويكون في سن صغيرة بعد نعتبرها يعني بعد إلى خطورة تأكبثار وحرام يعني طفل صغير أو أن على يعني أعمار صغيرة ونقدر نتحاشى هذا الشيء أو نبعده أو حتى نقلله من ناحية أشياء بسيطة يعني نقدر يعني ندخلها في حياتنا ومن عمر أطفال صغار يعني من يتعودون عليها خلاص يعني استوى تنمط حياة في حياتهم يعني لما يكبرون وهم على نفس النمط ولا بيحسون بأن غيروا من نمط حياتهم أو خذوا وقت لما غيروا نمط حياتهم من نمط حياة صحي لأنهم تعودوا على هذا الشيء وخلاص استوى هالشيء اوتوماتيكي عندهم يعني شيء لا إرادي يسوى من يشوف أشياء معينة بيربطها بأنها شيء صحي أو أن شيء الجسم الصحي ما بناخذها بالأشياء الصحية أن أشياء ها ممنوع أكله هذا ممنوع أكله لا أقدر أكل بس أكل بطريقة صح أكل بطريقة معتدينة وأنتوا لاحظوا يمكن حتى في برامجنا التوعوية وايد نذكر هالأشياء نادرة ما نقولكم ممنوع ما تقدرون تعكلونه لا هذا لا ينأكل لا دايما نركز على شيء معين اللي هو التنويع والعدد أو الكمية كذلك تلعب دور يقدر الواحد يأكل بس باتزان وبطريقة معينة فهذا الشي فالثقافة هذه من تنحط فن عند الطفل من يوم هو صغير خلاص يتعود عليها لما هو يكبر ويتعود عليها فأتخيل لو أكثر عن بيت أكثر المجتمع كل اللي بيكون بنفس النمط يعني ما بيكون أنه في حد بيحس يعني العدد حتى كله أو معظم الناس بتكون على نمط واحد ويكون نمط صح ونمط صحيح صحيح وسبوع لطاف كانوا يانا في لقاء دكتورة وفا عايشة وذكرنا من ناحية المبادرة اللي سووها اللي بالنسبة تخص أطفال المدارس الجميل أنهم دخلوا أطفال من سن صغير الخامس ابتدائي يدخلون فهل هل شيء جداً مهم خاصة في تربيت في أطفالنا من يومهم الصغار عشان يتعودون على هذه الأشياء حتى يومهم بيكبرون وبيكونون شباب وطبعاً خدمة وطننا أهم شيء عنا بخصوص هذا الشيء فمباركهم إذا كانوا كلهم أصحاء وإن شاء الله نتمنى للجميع الصحة والعافية والسعادة واستمراريتنا في هذه السعادة وكذلك الصحة بتركيز على أشياء معينة إن شاء الله في حياتنا فهذه كانت دراستنا بخصوص بدانة الطفل تضاعف خطر السكري أربع مرات وطبعاً يقدر الواحد يقللها أكثر وأكثر مع التزام بنمط حياة صحي وخاصة للأطفال بتعليمهم من الحين وطبعاً كل طفل بيشوف أهله في البيت كيف قاعدين يسون وبيسوي نفسهم ترى بالضبط يعني بتتم راصخة في عقلة وبتتم راصخة عند هذا الطفل ونفس ما قلت لكم طبعاً ما شاء الله عليهم يعني ما نقدر نستصغر حتى قدراتهم إلا أن ما شاء الله يعني سواء ذكاء سواء تركيز سواء أشياء وايدة يقدرون يسون أشياء كثيرة يمكن حتى نحن ما نقدر نتخيل أن قادرين يسونها مستمعين العزاء كانت هذه فقراتنا لليوم لبرنامج صحة وسعادة إن شاء الله نلقاكم باشر على نفس الوقت الساعة عشر الصبح أشكر فريق العمل في الإعداد حسني البلاونة في التنسيق نجاة السويدي وفي الأخراج في الأخراج ميث أبياد ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي نلقاكم إن شاء الله باشر على نفس الوقت ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي